لليوم الرابع للتوالي تستمر حرائق الغابات في ريف اللاذقية الشمالي وتتسع رقاتها وتنتد إلى مناطق جديدة نستطيع أن نرصد بالكاميرا من هذا الموقع الحرائق وعمدة الدخان المتصاعدة من منطقة عين العشرة هذه المنطقة التي شهدت خلال 72 ساعة الماضية سلسلة من الحرائق كانت قد قضت على مساحات واسعة من الغابات الحراجية هذا الجبل الذي يقع خلفي تماما هو جبل القلعة ويعتبر خطفاصل ما بين قوات النظام وفصائل المعارضة التهمته النيران بشكل كامل كما يبدو وطبعا الحريق المندلع في الوادي الذي يقع خلف هذا الجبل نستطيع أن نرصد بؤر النيران التي تخرج منها الدخان من أكثر من موقع مما يعني بأن الحرائق هي في عدد من المواقع وليس في موقع واحد أي أن النيران امتدت في كامل الاتجاهات في تلك المنطقات طبعا هذه المنطقة هي واحدة من عدد من المواقع التي تستمر فيها حرائق النظام منها منطقة بيت حليبي وبيت عون ومنطقة ربيعة هذه المناطق نستطيع أن نرصد أعمدة الدخان التي تذهب بحسب حركة الرياح التي توجهها باتجاه الحدود السورية التركية هذا هو الشريط الحدودي يعني هذه هي الأراضي التركية نستطيع أن نرصد سحابة الدخان التي غطت تلك المنطقة بشكل كامل يوم أمس والأيام الماضية كانت قد غطت كامل ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية وسهل الغاب وتسببت بحالات اختناق لدى بعض الأهالي وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الجهاز التنفسي إذن هناك سلسلة من الحرائق لم تستطيع فرق الإطفاء لدى النظام من السيطرة على تلك الحرائق على الرغم من الحديث عن استقدام تعزيزات من فرق الإطفاء في حلب واللاذقية لم تستطيع حتى الآن من السيطرة على هذه الحرائق المندلعة منذ ظهر يوم السلساء والمستمرة حتى هذه اللحظة ونيرحاج تلفزيون سوريا ريف اللاذقية الشمالي